مبدئياً عاملين 8 أغاني ماني أخدي خط البلوغرز ما بتقدم عليهم ولا الإنفلوانسور قريباً جداً رح تنزل أغنية جديدة أو اتنين مع بعض كما مؤخراً إصدار أغنيتين من الألبوم الجديد للفنانة نجوة كرام كانوا بعنوان تع نقعد سوا ويلعن البعد يا ترى هذا الألبوم كم أغني رح يكون فيه وشوهو العنوان اللي رح يكون للألبوم نحن مبدئياً عاملين 8 أغاني نزل منهم 3 والباقي رح ينزل بس نظراً لزروف المنطقة صراحة شوي خففنا ولقينا أنه تع نقعد سوا ويلعن البعد إختين مساحة لنا منطول بيننا شوي لحتى ننزل الباقيين بس قريباً جداً رح تنزل أغنية جديدة أو اتنين مع بعض منشوف حسب كيف لازم التكتيك مثل ما بقولوا رح يكون فيه عنوان للألبوم؟ ما بقدارج عنوان للألبوم بس صارت كل أغنية هي عنوان بحد زيتها لنفسها وللألبوم أغنية تع نقعد سوا أخذت ضجة كبيرة على السوشيل ميديا وكانت هاي الأغنية من كلمات وألحان الشعر عماد شمس الدين يا ترى رح نرجع نحن نشوف أيام الزمن الجميل بهذا التعاون وهل رح يكون في أغاني تانية بالتعاون مع شعر عماد شمس الدين إن شاء الله بتمنى لأنو الأستاذ عماد وأنا نحن صنائي ناجح وصنائي بيعرف الناس شو بده ونعرف كيف نلامس أحاسيس الناس إن كان بكلامه هو يلي بيكتبوا بطريقة سهلة جداً السهلة الممتنع أو بلحنه يلي بيشبهنا وبيشبه الناس والشارع الشعبي مشوار مع نجوة كان فيديو كتير حلو انتشر على السوشيل ميديا على اليوتيوب كان هو عم يفرجين نجوة كرم المهضومة وبعيدة عن المسرح وكانت عم تحكي عن يومياتها فيا ترى شو هي الغاية من هذا الفيديو هل هو بداية إنه نحن نشوف يوميات نجوة كرم على السوشيل ميديا مثل الفنانين ولا في غاية تانية من وراء مشوار مع نجوة أنا مني من الأشخاص يلي يومياً بحب حط فنجين قهوة وصوروا للناس أو مثلاً أي وقعة وجبة غزائية بالنهار صورة للناس هيدا بالنسبة لليه ممكن تعمل مرة بالحياة بس اتخذنا على مطرح بيقدم لنا مساجه معين رسالة معينة أنا مش من هيدا الصنف ماني أخدي خط البلوغرز ما بتقدم عليهم ولا الانفلوانسور يلي ما بتقدم عليهم أنا بقدم الإشياء يلي ممكن يكون فيها خلفية فنية أو اجتماعية أو ثقافية أو روحية اللي بديك إيه بس بتكون بتودي لحالي ولمطرح طب شو الغاية أو كانت الفكرة من مشوار مع نجوة؟ مشوار مع نجوة هي الغي منها أنه نكون عم نترافق بحب إلا حتى نجتمع بفرح وننقل للناس إشي هي بتحبها كنا عم نحذرهم مرة من المرات عن أغنيتيل عن البعد وشفنا أنه بعدين عملنا تكملي لمشوارنا شافوا المشوار بالشتي ونزلنا الأغنية بالصيف كان همنا فيه أنه نحذرهم عن أغنية تيلة عن البعد اللي عملتها لبسينج بدون ما غني الأغنية كان بالمشوار أنه تكون أول مرة بيتابعوني بمشوار كان عبالي رفقوني بهذا المشوار يمكن بتفصل عننا المسافات البعيدة لكن أنا بالروح بحب رفقون وبحب أقولون أنه فيه مشوار ما بين الساحل البحر وما بين الجبل اللي هو لبناننا الحلو لحتى نقدر نكون سوا عم نحكي تفاصيل مع بعض بتهموا للفانز بعرف شو بيحبوا أكيد هو كان كتير مهضوم حتى شفنا نجوة نحنا خارج نطاق المسرح والأغاني وبحياته اليومية أكيد